أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قررا بتعيين دكتور رينر سيلي عضوا في مجلس إدارة شركة تطوير للبترول تطوير نعم بهذه المناسبة أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالخبرات العملية الواسعة التي يمتلكها الدكتور رينر سيلي حيث سيكون إضافة بارزة لمجلس إدارة شركة تطوير للبترول في ظل الخبرات العملية والعلمية التي يمتلكها رينر سيلي مشيرا سمو إلى اختيار أفضل الكفاءات سيسهم في مواصلة تفعيل دور قطاعي النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني تمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التوفيق والنجاح للدكتور رينر سيلي في المساهمة بتحقيق رؤية مجلس إدارة شركة تطوير للبترول وعكس خبراته في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ويمتلك دكتور رينر سيلي خبرة عملية وعلمية واسعة حيث أنه حاصل على دكتورة في الكيمياء من جامعة جوتنينكس بألمانيا ومجستير في الكيمياء من جامعة جوتنينك بالألمانيا ويشغل رئاسة غرفة التجارة الألمانية الروسية وكان رئيسا لمجلس إدارة شركة وينترشال أي جي ترجمة نانسي قنقر